موسيقى اهلا بكم كلما مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليلة حلقة خاصة جدا النهاردة طبعا هنتكلم فيها في امور عديدة ونتكلم فيها عن استعدادات النادي الاهلي الوصل الاماراتي بكرة فيه مباراة مهمة ودائما زي ما بلوك الاهلي بيتوي الصفحة على طول والمباراة فيها ضغط كبير استعدادها بقى لنهاية افريقيا امام الترجي 2-11 هنا طبعا في مصر وفي برج العرب و9-11 في تونس كل التوفيق لنادي الاهلي لكن في البداية اكيد برحب بزميل محمد سعيد مساء الخير عليك زميل العزيز اهاب الخطيب بالتأكيد ببا سعيد وبيكون موجود معاك يوم السبت والاربع ان شاء الله تكون حلقة مميزة نقدم فيها افكار جديدة وضيوف مميزين بالتأكيد خلال فقرات الاستثنائية لبرنامج الاهلي الليلة وزي ما ذكرت بنعيش ايام استثنائية ولحظات مهمة جدا من تاريخ النادي الاهلي ومن تاريخ فريق كرة القدم تحديدا مباراة الوصل الامارات مباراة مهمة بالتأكيد في البطولة العربية لكن بالطبع كمان عندنا حدث مهم جدا مباراة الترجي التونسي الزهاب والاياب فاقل من اسبوع مباراتين بطولة قرية جديدة ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي وبالتأكيد مباراة تكون مهمة جدا وفيه استعدادات جيدة إن شاء الله للمرحلة القادمة لهذه المباراة الهامة زمي الإيهاد إن شاء الله يا محمد استعدادات مهمة جدا هي مباراة هامة هي مباراة نهاية أفريقيا يا محمد والفترة اللي فاتت فيه وعي كبير جدا من جماهير النادي الأهلي وعي يعني وعي كبير جدا الجماهير اللي كانت دايما بتتكلم عندها ثقة في فرقتها لكن خلاص كل فرقة تحترم على ملعبها رادس ملعب الترجي ملعب قوي جدا كل الجماهير بتقولك هنا أحقق نتيجة كويسة هنا عمل نتيجة إيجابية الأهلي في أي ملعب بيلعب بشكل كويس لكن قصة إن الملعب ده معاك والملعب ده ضدك مش موجود في الكورة طبعا جماهير الأهلي نفسها لما بتحترم ده والفرقة بتحترم ده الوضع ريبان لإن الترجي فرقة تحترم في النهاية أم حمد دايما بنراهن على وعي جمهور النادي الأهلي ده مهير النادي الأهلي عندها وعي كبير جدا وعرف مصلحة فرقتها وإيه الأمور الإيجابية وإيه الأمور السلبية والمرحلة القادمة بالفعل محتاجين يكون هناك طاقة إيجابية كبيرة جدا للفريق والجهاز الفني موضوع الملعب موضوع الاستعداد موضوع الوقت كمان لخد هذه المباراة المهمة المباراة لن تكون 90 دقيقة مباراة الزهاب هنا طبعا في برج العرب مباراة العودة في استاد رادس في العاصمة تونس لكن بالطبع هي مباراة ستكون 180 دقيقة إذا استطعت أن أنت تخرج بنتيجة إيجابية في مصر عد ساعتك بشكل إيجابي إن شاء الله يقاف في مباراة العودة بإذن الله فرادس من البطولة مهمة جدا مش عايزين نقرر نفس اللي حصل الموسم الماضي نستطيع إن شاء الله بإذن الله من خلال جهاز فن قوي بيدرس الأمور الفنية بشكل جيد ولعبين عندهم القدرة أن هم يتخطوا هذه المرحلة ويفوز ببطولة أفريقية جديدة لعدد كبير جدا من اللعبين محتاجينها أول في التقوية الحالي مع فري النادي الأهلي المشهد طبعا واضح وزي ما أنت قلت يا محمد المشهد السنة اللي فاتت كان في بعض الأمور اللي مش هتكرر السنة دي إن شاء الله وطبعا لأن بعد مكسب نصف النهائي للنادي الأهلي ما كانش حصل اللي حصل السنة اللي فاتت يعني كان في حالة من الثقة الزيدة حالة من الظهور على الفضيات حالة من الحديث المتواصل الكلام ده مشوفناهوش المرة دي كابتن محمد يوسف من قبلها كنت بأتكلم معاه قال مقفولة بعد المقفولين بص إحنا بفضل لا أفليل لغاية أفريقيا لغاية 9 روفمبر طبعا وطبعا ده حاجة كويسة محمد يعني حاجة كويسة جدا أنت بتقفل على فرقتك لعبتك عندها الثقافة دي الأمور دي عند لعبتك لكن خلينا أقول لك إن من شواء كان فيه المؤتمر الصحفي لمستر كيرتيرون قبل المباراة ولتكلم بشكل كبير جدا لكن تركز على نقطة مهمة أوي يا محمد وتكلم على قصة مؤمن زكريا وإجابته على فكرة رجل طبيعي جدا رجل بيتكلم بشكل بمضمون كبير جدا وهو تكلم في المؤتمر لما تكلموه سألوه على ناصر ماهر وسألوه على مؤمن زكريا والسؤال ده تحديدا تكلز منه محمد يحيى اللي رد عليه كيرتيرون وقال له مؤمن زكريا لسه مكلمني مبارح واستبعاده فني ومؤمن طلب مني إنه ينزل يلعب مع الناشئين عشان يبقى جاهز بشكل كويس ويقدي في المباريات المقبلة ويكون جاهز للنهاء الأفريقي أكيد إجابة بهذا الشكل في هذا التوقيت بتوقف كل الكلام اللي بتقال كل الكلام اللي بتقال الطبيعة والجدية اللي عند ميستر باترس كيرتيرون وقفت كل الكلام اللي بتقال لأن الراجل بيرد فاجئ الناس كلها يعني محمد الإجابة دي فيها مفاجأة كبيرة جدا وأعتقد كمان إنه قال كلام مهم جدا قبل الوصل أكيد عندك تصرحات لميستر كيرتيرون بالفعل أميز ما في موضوع مؤمن زكريا بغض النظر عن السؤال وإجابة كيرتيرون إن كمان كيرتيرون أشادة بروح مؤمن زكريا أي لعيب كبير في الإمكانيات الفنية والبطوات اللي خدم على النادي الآلي قد ينظر للعودة لصفوف الشباب أو اللعبة مع قطاع الناشئين يقولك مش توقتها طيب إزاي لازم يكون موجود في المباراة الكبيرة لكن الاتفاق الفني ولما يكون هو اللي طالب يا محمد يكون هو اللي طالب كمان لكن الاتفاق الفني إنما بين الجهاز الفني مع اللعبة والحالة النفسية اللي بيعيشها فريق القرة تحديدا من خلال باترس كيرتيرون والجهاز المعاون والكابتن محمد يوسف دي الشيء اللي احنا مبسوطين منه لأن في الآخر لما يكون مؤمن زكريا عايز يحفظ على اللي قطاع بدنية والفنية ويطلب من الجهاز الفني ويكون في اتفاق مع كابتيرون النهاردة يكون موجود مع فريق الأهل موليد 97 ويلعب مباراة الجونة النهاردة في مدينة تناصر ده شيء جيد عشان يكون عنده فورمة المباريات ويكون موجود في المرحلة القادمة بعد مباراة الوصل الوقت داية جدا أربعة أيام على مباراة الترجل تونس مباراة الزهاب في برج العرب فبالتالي ده شيء إيجابي ودي الأمور الطيبة اللي احنا شايفينها إيجابية جدا في فريق كرة القدم في النادي الأهل وإن شاء الله يكون المقياس للمرحلة القادمة الفوز بالبطولة الأفريقية لكن مهم جدا كمان زميل إيهاب أن كارتيرون كمان يتكلم على موضوع مباراة الوصل قال إنه هو جاهز بشكل جاي جدا لمباراة الوصل ومعندوش فرق بين لعب أساسي واحتياطي قال النظرية دي مش موجودة عندي لا يوجد لعب أساسي في الأهل أو آخر احتياطي في الأهل الفريق والتيم بالكامل دايما موجودين معايا في أي مباراة وبعتمد على الكل في أي وقت وقال كمان مقطة الكل كان بيعتقد إن توقيت مباراة الوصل قد تكون غير إيجابية لمصلحة الأهل قبل مباراة الترجل تونس لكن كارتيرون في المطمر الصحفي قال الكل بالعكس مباراة الوصل الإماراتي في زهاب دور السبتاشر لكأس زايد للأندية العربية جاية في توقيت مناسب بشكل جيد عشان اللعيبة تتأقلم على ملعب برج العرب بعد غياب لفترة وكانوا بيلعبوا على ملعب السلام فبالتالي جاية في توقيت مناسب إن شاء الله في الاستعداد لمباراة الترجل التونسي وقال مباراة الوصل مباراة مهمة هيكون فيه إعداد مميز كمان لنهاية إفريقيا بإذن الله واللعيب عندها قدرة نتقدم عرض قوي وعرض مميز يساعد الفريق في مباراة الزهاب في البطولة العربية ثم إن شاء الله بعد ذلك مباراة الترجل التونسي في البطولة الأفريقية طبعا محمد أكيد النهاردة كان فيه بعض مش المشاكل لكن بعض الأمر التنظيمية اللي كان يجب نهاية تكون أفضل من كده ملعب التدريب الأهلي والوصل المفروض ضربوا على برج العرب الزمالك عنده مباراة أمام الاتحاد تبدأ الساعة 8 صعب جدا يتضربوا الفريقين الفريقين يتضربوا في الملعب اللي موجود في الفندق يعني الفريقين يتضربوا في الملعب اللي موجود في الفندق لكن كل الأمور بنطمن كل جماهير الأهلنا ماشى بشكل كويس كمان أكيد على كلام محمد مستر كارتين بقوله دي بروفة جيدة جدا في هذا التوقيت وجيدة جدا على هذا الملعب تحديدا الأهل هيلعب عليه لكن أكيد أمحمد عندنا فقرات كتير النهاردة في برنامجنا أنت شوفنا أكامهم